طيب هنروح لأخر خبر لنا على المستوى المحلي ويمكن بتدينا بيه وبنختم بيه بس بشكل آخر احنا قلنا ان بطولة افريقيا لكلة اليد اتأجلت فلجنة المسابقات بقيادة الكابتن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات في اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كلة اليد قررت تعديل جدول المباريات لان زي ما قلت لكم انه دلوقتي بنلعب الستة الكبار الستة الكبار اللي هم من اهل زمالك سبورتنج طراء الجيش سموحة البنك الاهلي في مشاركة جديدة من البنك الاهلي مع الستة اللي فوق المرحلة دي هتبتدي يوم الاثنين 17 يناير والاهلي هيلعب اول مبارياته قدام سموحة ده اول جولة والجدول هنزل بالفعل على صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد اول مبرامة سموحة الزمالك هيقابل البنك الاهلي اما سبورتنج هيلعب اطلاء الجيش وهنجيب لحضراتكم انتباعا احنا عندنا مين من الجوالات ولكن خلاص انا بتوقع من 17 يناير احنا نتكلم في اسبوعين ثلاثة هنلعب كل المباريات القوية يعني خلاص احنا فضلينا شهر على الاكثر ولا بد ان نخش في الطوف فورم بتاعتنا اه الستة دول او الستة فرقة دول لسه في دور بعد كده عشان بس من ايه عشان الناس ما تفتكرش ان ده النهائيات على ما تذكر يبقى عندنا فيه هنطلع اربعة يعني هيبقى فيه اربعة فرقة من دول هيتأهلوا ويطلعوا يلعبوا تاني دورتين مجمعتين فلسه المشوار طويل والحسم مش هيبقى دلوقتي الحسم هيبقى في اخر الموسم وكمان موضوع تاني ممكن في ايه لحظة نلاقي الاتحاد الافريقي فجئنا باقامة بطولة الامم الافريقية فممكن الدوري يتوقف فانا شايف ان الموضوع هيبقى فيه لخبطة بسببها تأجيل بطولة الامم الافريقية اتمنى انها تلعب بعد الموسم عشان لا يوجد فيه اي لخبطة للفرق في اعدادها لمباراية الدولة